نروح لأخبارنا ودقيماً أبداً ما قلنا طبعاً اليد بيكون في الأخبار الأولى اتحاد كرة اليد برئاسة المهندش شام ناصر قرر يأجل المباريتين المتبقيتين من الموسم المعلق 19-20 لما بعد كأس العالم الذي سيقام في شهر يناير والحقيقة التحادية يأجي بقى جواب للأندية الأهلي والزمالك وده صورة من الجواب الأهلي الزمالك طلاق الجيش هليوبلس يأجل فيه تأجيل الماتشين لحد ما نخلص تنظيم بطولة العالم اللي جاية بإذن الله الماتشين المفضلين كان مفهودة لعبه مع طلاق الجيش الأهلي كان يلعب مع طلاق الجيش وهليوبلس سوري طلاق الجيش والزمالك والزمالك كان فضل له ماتشين هيلاعب سبورتينج والأهلي زي ما أنتوا عارفين الزمالك متصدر الأهلي لازم يكسب المباريتين الفضلين عشان يلعب مباراة فصلة مع نادي الزمالك ايا كان قرار الاتحاد احنا بنحترمه وبنلتزم به وجهزين ان شاء الله نلعب في اي وقت النادي الاهلي دائما ابدا ما بيختلقش الاعذار عشان ما بلعبش ولكن النادي الاهلي جاهز ولعبته جاهزين وجهز الفني جاهز وبنحترم قرارات الاتحاد او كل اتحاد بيصدر قرار احنا النادي الاهلي اول نادي بيلتزم بلوايح وقرارات الاتحادات الرياضية